السلامة فحلات سلامة الماضي ان شاء الله تكونوا قاب خير يمجدكم فيديو جديد الفيديو تاليوم فيها يعني تقسيم شهرية رمضان والميزانية رمضان تقسيم المطبخ الخاصة بالمطبخ من عاودها ونقول يمجرس الفيديو هاتف من قبلكم درجات قسمت معكم مشتريات الأساسيات والكماليات على رمضان كنت حدثت فيديو ونحط لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله وقبل ما نبدأ وما تنساوش الجامع كما تحلو كما انتمو وبيانسيو الصلاة والسلام على رسول الله اليوم قسمت لكم تقسيم الشهر الفاضي الى جزءين يعني الجزء اللي بدأوا معايا التحديات وشاو معايا الحاجات اللي لازم كما بيت الخزين وجدوه معايا وعولة الأساسيات اللي دايما ان نعتمدها ونصحكم بها انكم تبدو تعتمدوا هاي لو كان بالباكي اللي بدأوا معايا تانيك تحدياتها 200000 بالنسبة للحلوية موض التنظيف حطوا لي في الكومنتر ونجحوا بزاف فيه وشكروني بزاف لانهم لقاوا ورحموا فيه هذا التحدي جد جد رائع واني احب منجحت فيه نتوانيا نعود نزيد نكمله بعد رمضان لانه هذا التحدي احيود لي موض دو في يعني بزاف هاي نقص عليكم بزاف كما قلت لكم اللي داروا تحديات معايا حطوا لي في الكومنتر ونلاحقوا بالنسبة هنا تانيك لي وشة كارتون ترمضان على الاقل بالباكي كما قلت لكم يعيرو كان خبام كل حاجة كيلو هذا التانيك احييبدأ هذا التقسيم لانه بزاف بزاف حي ساعده هنا التقسيم هنديرو زجمنايين للمطبخ يعني زجمنايين يكفوني للمطبخ لاني الاساسياتك عندي احنكون في ارياحي باتنيد له يعني احاول اني نقسم معاكم هذا التقسيم نحن نحطوله من خمسمائة الف الى مليون لحوم احتقول لهم خمسمائة الف الى مليون كيفية قسمتها احنقول لكم بانه خمسمائة الف قبل رمضان يعني قبل رمضان نبدأ ونشروها لحوم لرمضان انه في الاسابيع الاولى احطت فلمبي يعني اللي بخي يطلعوا بزاف فلمبي احلا بيها نقولكم اللفات كيكون عندكم مثل الاسبوع الاول والاسبوع الثاني اللحوم هذو متوفين في البيت تعرفوا بلح تكونوا في ارياحية لانه في ذلك اليامات بك يزيدوا احاولين انقصوا كل شيء وعلمكم الاسابيع الاخيرا نكونوا مع الحلويات واحد ما يبليه هتم بالغلاء هذا كله باللحوم وتروح هذه اللحفة شوية وينقصوا الى بخي ثاني حاجة ثانية امام الخضر كما القرعة وكتشريتهم وقطعتهم لا نحشيش مادنوز لانه في الاسبوع الاول نحن نشري في المرشي مادنوز ثاني حاجة ثانية اللحوم نقسمكم باكزم 500 الف نحن نشري 100 الف افخاد 100 الف اسكالوب 100 الف بياد الدجاج والمائة تنال في تقعد لي نشيها اللحوم تقدروا تشروها لحوم بسي لا تجيب لكم حاجة كبيرة او لا تشروها كما قلت لكم الحمر حي 100 الف والباقي تشروها خاص بالشربة 100 الف خاصة بالشربة اهدو قعد لكم هذي يعني اللحوم كل مرة نقول لكم على حسب العائلتاكم على حسب العرضات اللي تقدر تحب تشري كل يوم تشري نصيب يعني مهدوك الدراهم تشري اللي تحب تعتمد على الاضريفة الاسبوعية لللحوم تعتمد تنكي على الاضريفة الاسبوعية لللحوم انا قسمت اللحوم لها 15 يوم 15 يوم 15 يوم الولا نشيها من قبل 15 يوم الثانية نشيها في وسط رمضان بعد طريقة نكونوا نقصنا على روحنا بالنسبة لها 500 الف اللي يقعدون سأذهب للمشتريات الاسبوعية ستقول للمشتريات الاسبوعية ما هو سنقول لكم البيت الخبز الحليب والعصائر ستقول للمشتريات الاسبوعية وكان يفضلوا يشيروا الديول تاعة اليد كما يقولوا التقليديين كل يوم يشيروا لابدها نحطوها مع المشتريات الاسبوعية وعلى بلكم دي منك يكونوا جايين نضيفوها حتى الفواكه لكي لا تسقمناش نشوهم من المشتريات الاسبوعية اليومية نشو حاجاتها كفاكية لانه إذا دخلناها مع الخضر والفواكه على بلكم بالخضر بالنسبة ل 500 الف المتابقية نعطيها لكم خضر وفواكه خضر وفواكه 500 الف المتابقية نقسمها 250 الف كل 15 نيوم وعلى 250 الف المتابقية كانت تجيبنا الخضر والفواكه بكل مستقيمة يجبنا خضر فواكه يمكننا أن نشوه لكم تقدروا تروحوا 500 الف المتابقية مباشرة ببطاطا البصل على بكم 8 طا ونحتاجها بزفر كمية لبس بها من البصل والباقي تقسمها لحساب الخضر لنستعملها لحساب جدول واجبات جدول واجبات حيثت لكم جدول واجبات مصورة من رمضان اللي فات اخذوا منه لزيدي وشوفوا الأطباق الرئيسية حاجة ثانية إذا كنت تشوفوا الفواكه غالية ندورها تحليات تحليات باردة هاكا عبلكم الصائم يعطش بزاف حاولوا انكم تحل التهليات بهذه الطريقة تقام لكم وانشاغ وهذه هي هذا وش نقدروا نقوله وربي عيناءتنا وبإذن الله 500 الفي تقعد المبلغ ليقعد لنا هذوك النقود نقدروا بها ندخله مع اللوحم إذا احتجنا نقدروا ندخله الأسابيع مع الأسابيع بعض المجتهية الأسبوعية ولا اي حاجة قاعدين نستعملوها الليسانسية نخلوه باوري اللي رح يقسموا معايا هذا التقسيم الشهري اللي دايرين بيت الخزين ودايرين تحديات معايا ولا كارتون ترمدان نتمنى انهم حطوا لي في الكومنتيق اما تقسيم حي خيروه اسكو التقسيم الأول ولا الثاني اللي حنشوفوه بعد دقائق التقسيم الثاني هو تقسيم يعني رح يكون شوية فعيب لانه انا بالنسبة لي يكون تقسيم شهري عاتي اللي هما داروا حتى تحديات اللي كانوا شحيحة هدهما اللي حيتمدو على المصروف الشهري تاع هذا الشهر احيقولون لي كاين اوغمونتاسيون لكاين متكهين عليها هذه زيادة رح تتجار رح ينحوها بالخمسة الالف حتيكملوها يعني بزيادة هدوك شوية بالخمسة الالف بالستة الالف حتى زيادة منولو من حسولها على بها نقولكم حاجلوني نصحكم بها انكم تستغنوا على مواد التنطيش يعني اذا شريتو شزور حاجات اللي هما بيانسور لا جافل ويزيس والحاجات الثالثة اللي هي الملابس هادو الحاجات اذا كانت تكون ماشينا فيسل بيانسور مواد التنطيش بالنسبة لي هنا مواد التنظيفة دكتوري وشي 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 سيبالابان حاولوا تستغنوا عليهم هذا الشهر حاولوا تستغنوا تنقعوا الحبوب والمعجنات اذا ما كاش عندكم اطفال استغنوا عن معجنات كليا يعني حاولوا سغل الحاجات نحتاكلوهم في رمضان اللي هما بزاف ناكلوا بزاف نستهلكو الخضر بالنسبة للحملة حلو اذا اشتو بالميزانية الحملة حلو احتاكلكم ميزانية كبيرة حاولوا انكم تستغنوا عليها على باكم شحراه الزبيب شحراه العيناء اذا كنتوا فريما من الناس اللي ما يكلوش الحملة حلو ما يفضلوش داخل خارج غير فال حاولوا انكم تستغنوا عليها بالنسبة تانيك روحوا للأساسيات سنقسمكم تشو الأساسيات تاع الشهر تاعكم باك فيهم باطاطا مايز باك فيهم حاجة هكا لا تشعركم بالكمية الكبيرة لا تشو الأجبان قصادك الشهر لانهم نعطيكم ميزانية 800 الف دخلوا معها البيض والجلبانة الغالب هدية كل الجلبانة كونجلة البيض ستقسم البيض ستقسم ميزانية 800 الف حاولوا انكم تشو الأساسية والركيح تستغنوا على مواد التنظيف على باك في 800 الف خاصة انكم تستنوا الحبوب بالعجائن بالنسبة للجدول الأكل هذا الشهر سيحدد لكم كمية اللحوم اذا قسمتوا جدول الأكل هذا الشهر ستعرفوا اللحوم لا تصرفوا تقضي الأسابيع الأولى تجوزوا بهم الأسبوع الأول على الأقل تهبط الأتمينة اللحوم ثم لديكم 800 الف تقسموها كما حبيتوا يعني 800 تقعد لكم منها 600 تقسموها الشهر لحوم 400 الف مصروف يومي 400 الف مصروف يومي ستدخلوا فيها الخبز الحليب العصائر الديول تقسموها فواكه تحليات تقسموها في المصروف اليومي بالنسبة لل 500 الف مصروف مباشرة تقسموها 50 الف مصروف وتخبوه والخضر الأخرى تحققوهم بالكمية المناسبة لذلك الأسبوع بهذه الطريقة سوف تكفيكم بإذن الله حاولوا انكم ترون كل واجبات تدخلوا دجاجة جولة لوحوم حاولوا انك يعني يلوك غشوها باش جوز باش لعائلتاكم الجوز وشكاين بنسبة 450 الف اللي حبي يقسموها بالأضريف الأسبوعية نقدر نقول الخلوم تقسموها أضريف الأسبوعية 450 حتى 500 الف للأسبوع يعني تدخلوا 100 الف خضر 100 الف لوحوم 50 الف فواكه تحليات عصائر كما حبيتو ومتنال فواد غذائية بعد الطريقة كما قلت لكم حتلقا وروحكم على بالي بريجيكم ملابس العيد في الوسط يعني فريمور بي معاكم ليكون لازم ما وجدش ملابس العيد من قبل لانه دايما نصحكم انكم ديروا ميزانية ملابس العيد وحدها ما تدخلوهاش مع ميزانية رمضان هكا باش ما تتخلطش عليكم الأمور بالنسبة هنية رمضان راهو شهر كباقي الشهور إذا ما وجتو دا وجتو له اللهم مبارك إذا ما وجتو له بطريقة عادية رمضان ستكون فيه وجبة واحدة في اليوم يعني ميزانية ستنقص على باربور الأيام العادية بل احنا كنشوفوا هكا واحد داخل نشروك عندهم إذا شفناه كباقي الشهور وشفناه بانه وجبة غذائية واحدة في اليوم بلا عائلة ستكون صايمة ونروح وغش فيها تحليات وكذا تعرفوا بما في رمضان الوجبة ستكون صغيرة سنحاولوا أن نوفره في الخضر في الحبوب نقص على هذه العرصة الغيط طبيعية التي تزيدنا في الميزانية وتزيدنا وتزيدنا ونروح الحاجات كما الخضر الموسمية والفواكه الموسمية اللحوم يعني كلا أيام العادية عادي نشوف هذا ما قلت لكم الحاجة الوحيدة التي تقسيم شهرية رمضان وجدوا بيت الخزين وجدوا العولات سيكونوا أكثر أريحية سيكونوا سيكونوا عرضات أو تلاقي وقع العائلات سيكون ميزانية اللحم أكثر هذه هي الوحيدة لا تضغطوا رحكم لا تشوفوا هذا الشهر كباقي الشهر في باركة الحمد لله رب يباركنا في أرزاقنا جميعا يبارك لكم إن شاء الله ودخلوا هنا بصحة وربح إن شاء الله المفيد الواحد ما يزيتش على روحه نقول لكم نحق لنهاية الفيديو شكرا ونعجبكم نقولكم السلام عليكم